يتفرج بعد إذنكم جمهور الأهل أو الباقي طبعا عايزين تتفرجوا هم النادي الأهلي أو جمهور النادي الأهلي بيبقى فخور وكل حاجة ولكن الباقي بيقعد يتفرج فقط فقط لأنه دايما الفقرة دي بتبقى مشاركة النادي الأهلي في المونديال للمرة التالتة على التوالي وبالمناسبة النهاردة تم اتخاذ القرار القاتي قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تشكيل لجنة للترتيب والإعداد لمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من واحد إلى 11 فبراير المقبل يترقص اللجنة المهندس خالد مرتجي أمين السندوق والذي سبق أن تولى هذا الملف في مشاركات الأهلي السابقة في عضوية اللجنة دكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة الطبية كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة كابتن أحمد أبو عبلى دكتور أحمد أبو عبلى رئيس الجهاز الطبي للفريق أستاذ جمال جبر مدير الإعلام العميد علاء صلاح مدير أمن النادي وأحمد الطوخي ومريان رشاد من إدارة التسويق وهاني حسام مدير الحجز والرحلات وتقرر أن يكون أحمد حسام عوض ممثلاً لشركة الأهلي لكرة القدم باللجنة وأن تقوم الكابتن حنان الزيني مدير اللوائح والترخيص بدور المنسق العام مع اللجنة المنظمة المحلية بالتأكيد كل هذه الأسماء اللي قلناها من أول مهندس خالد مرتاجي المهندس خالد مرتاجي بالمناسبة يعني قد إيه هذا الرجل بيحب مهندس خالد مرتاجي أمين السندوق النادي الأهلي بيحب النادي الأهلي من قلبه هو على فكرة مش ملزم أنه هو يروح يجيب لعيبة ويتكلم ويتفاوض ويعمل يعني مش عايز أحكي لحضراتكم حاجات طالما هي ما طلعتش رسمي لكن في النهاية مهندس خالد مرتاجي حب الأهلي جواه بيخليه يعمل أي حاجة ومش فارق بقى صورة مش صورة موجود مش موجود مش باين يعني الحياة مش مهندس خالد مرتاجي بس وزير العمري والأستاذ طارق أندير والدكتور محمد شوقي كل أعضاء مجلس الإدارة اللي موجودين كابتن حسام غالي الدكتور مهند الأستاذ محمد الغزاوي كل المجموعة الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد الدماطي مية عاطف كلهم كل واحد فيهم بيبقى ليه دور بيحاول يعمله كل واحد بالمناسبة بيبقى ليه ملف بيشتغل عليه والدكتور محمد سراج محدش بيطلع يقول أنا عملت أنا خليت أنا سويت كلهم بيقودهم رئيس نادي رئيس مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب اللي هو زي ما حضراتكم شايفين شغل في كل الاتجاهات في كل الاتجاهات تجمع الخامس أو القاهرة الجديدة مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة حاجة أنا أريب جدا أريب جدا أنا بحاول اليومين دول أن أنا أروح أعمل هناك تقرير عن المقر القاهرة الجديدة أنا مستني بس لما الأمور تنتهي هناك عشان أوري لحضراتكم العظمة اللي بتحصل هناك أوري لحضراتكم إيه الجمال اللي بيحصل هناك مش في القاهرة الجديدة بس في القاهرة الجديدة وفي الشيخ زايد وفي مدينة ناصر وفي مقار نادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة وفي كل حت هذه هي أو هذا هو النادي الأهلي كل الأسماء اللي احنا بنتكلم عليها دي كلها أسماء تذوب عشقاً في النادي الأهلي بتحب النادي الأهلي لدرجة والكلام اللي أنا بقوله دا مش تطبيل كلام اللي أنا بقوله دا في حاجات ما أقدرش أقولها أو في مواقف بكون حاضرها ما بأقدرش أحكيها أنا حضرت مواقف مثلاً مع الأستاذ خالد مرتاجي ما قدرش أحكيها ما قدرش أطلع أحكي حصل واحد اتنين ثلاثة ما قدرش لأنها حاجات خاصة بالنادي فما قدرش أطلع أتكلم فيها إلا لو أذن لي يعني فبشوف حاجات سيس خالد مرتاجي الوزير العمري السيس طريق كل الناس كل الناس اللي موجودة عشان بس ما نساش أسماء حد كلهم بحضر معاهم مواقف عشان أنا موجود في النادي على طوله بشوفهم بيعملوا إيه وبيعملوا عشان النادي الأهلي إيه ومش مستنين طب يا فندم ممكن تعمل معايا مداخلة يقولي لا إحنا ما عمناش مداخلات إحنا بنعمل ده عشان خطر النادي الأهلي وإسم النادي الأهلي فإن شاء الله قريب هنعمل لحضراتكم حاجة توريكم إيه اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي في القاهرة الجديدة خارج النادي وجوه النادي بالمناسبة لأنه خارج النادي كانت الدنيا أنا وريت لحضراتكم قبل كده كانت الدنيا صعبة شوية دلوقتي الأمور على أفضل يعني أفضل ما يكون بنسبة 70-80% إلى 20-30% برضه النادي الأهلي مش عايز يفتح المقر ده غير لما تكون كل حاجة 100% كابتو خطيب كان ممكن يفتح المقر من شهر ونص شهرين ولكن هو مستني كل حاجة 100% خارج النادي طرق وجوه النادي كمان فخليني بس أقول لحضراتكم أنه الأمور دي كلها إن شاء الله خلال الأيام اللي جاية حنوريها لحضراتكم من خلال دايما شاشتكم شاشة قناة النادي الأهلي فكل الأسماء اللي هم بتكلم فيها في هذه اللجنة كلهم أسماء من أفضل العناصر اللي هتكون مسؤولة عن ترتيب الأهلي أو ترتيبات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية إن شاء الله نتمنها مشاركة مميزة وإنجاز جديد للنادي الأهلي في المونديال تقرير عن حكاية تلت برونزيات للنادي الأهلي في مونديال الأندية ونرجع نكمل مع حضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم